خليني كلام حضراتكم بقى عن جوميز شوية ودايما يعني احنا في المطشاط اللي من النوع ده اسم الحكم بيبقى في غاية الاهمية يعني في حكم يطمنك وفي حكم يوترك جوميز واحد من اكتر الحكام الحقيقة اللي معلهمش على ما تستفهام يعني بداية ان هو الراجل ده حكم لنا سبع مطشاط في ست مطشاط حكمهم قبل كده فاز فيهم النادي الاهلي في تلاتة وخسر تلات مطشاط ومفيش اي مباراة تحت ادارة جوميز للنادي الاهلي يتعادل فيها اهم المطشاط اللي قدرها جوميز للاهلي كانت امام القطن الكاميروني وقدام النجم السحلي التونسي وكمبالا سيتي وفاقسطي في الجزائري ويمكن تعتبر المباراة الاشهر اللي هي معنا احنا شخصيا كاهلوية يعني ذكريات حلوة كانت المطش اللي يعمل النادي الاهلي قدام النجم السحلي في نسخة 2017 لو حضراتكم تتذكروا واحدة من اجمل المباراة اللي قدمها النادي الاهلي افريقيا وفاز فيها بست اهداف مقابل هدفين كانت تحديدا في مباراة العودة في نصف النهائي فيكتور جوميز عنده 38 سنة مولود في جنوب افريقيا ولكن الولدين بورتغاليين وحصل على الشارع الدولية سنة 2011 كان عنده 28 سنة في التوقيت ده هو اساسا بالمناسبة بعيدا عن كرة يعني رجل اعمال وعنده مصنع كده يعني مصنع بلاستيك ومحطة لمعالجة المياه وظهر لأول مرة في الدوري الجنوب الافريقي من 12 سنة تحديدا في 2008 وتم اختياره كافضل حكم في جنوب افريقيا مرتين الاولى كانت موسم 2012-2013 والتانية كانت من موسمين تحديدا 2017-2018 وزي ما قلتلكم واحد من اهم وافضل حكام في قائل افريقيا وضمن فئة النغبة سواء في الكاف او في الفيفا وليه مشوار طبعا طويل جدا في التحكيم طبعا جومز يعني ادار 21 مباراة في دوري ابطال افريقيا و7 في كاس الكنفدرالية ومباراة في كاس السوبر الافريقي 12 مباراة في تصفيات كاس امم افريقيا كمان ادار 3 مباراة في نهائيات كاس امم افريقيا وادار 3 مباراة في تصفيات كاس العالم كمان كمان مباراتين في كاس العالم تحت 17 سنة غير 74 مباراة دولية أشهر خلالها البطاقة السفرة 200 مرة والحمرة 7 مرات واحتسب 11 ضربة جزاء كمان جومز أدار أربع مباريات للأهلي في البطلات الإفريقية والزهور الأول في مباريات الأهلي ليه كان قدام القطن الكاميروني في 2017 وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة آخر مباراة أدارها للأهلي كانت فيتا كلوب الكونجولي في موسم 2018-2019 وتم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كاس العالم 2022 إن شاء الله يكونوا شو حلو علينا النهاردة أنا كنت متعقع بصراحة أنه يتم اختياره في مباراة الفاينل يعني بشوف أن جومز واحد فيكتور جومز واحد من أفضل حكام القارة وكان يستحق لحية أنه يحصل على إدارة المباراة الفاينل ولكن إلى حد كبير طبعا وجوده في مباراة العودة شيء يطمن كل جماهير الندي الأهلي